يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة جوائز الكاف للأفضل أفريقيا عن عام 2023 النادي الأهلي كان له منها نصيب كبير وكبير جدا ده ثلاث جوائز أول الجوائز هي جايزة من المفترض أنها تكون جايزة معتادة جايزة دائمة وأبدا وهي جائزة أفضل نادي في القارة الأفريقية يا فندم سواء خدها النادي الأهلي ولا ما خدهاش هتسأل أي حد في القارة الأفريقية هتقوله من يا فندم أفضل نادي في القارة الأفريقية هيقولك النادي الأهلي هتسأله الساعدة هيقولك الأهلي هتسأله الساعدة هيقولك الأهلي هتسأله الساعدة هيقولك الأهلي هتسأله من مئة سنة هيقولك النادي الأهلي نادي استثنائي في كل شيء يحافظ على الصدارة دائما دائما مفيش نادي وانا قلت الكلام ده قبل كده وهكرره تاني مفيش نادي في العالم على مدار 116 سنة يحافظ على فكرة ان انا بقى متصدرة بقى عقمة والله مكسبش عفريك هكسب دولي مكسبش دولي هكسب كاس مكسبت مش عارف ايه بس هكسبان طول الوقت طول الوقت واعف على رجلي وبحصة بطولات ده مين ده النادي الاهلي واول جايزة كبير كبير القارة يقعد كده فرد ايديه ورجليه وصدره وكل حاجة ويقول لك انا النادي الاهلي انا النادي الاهلي طاير كده انا كبير القارة دي كبيرها مش اللي هو الكلام يعني انا مش بتكلم معاه كده اللي هو قول لك ايه هو كبير القارة كده وماشي بقى عارف انت ما بتشبحن في الدنيا يعني لا كبير القارة عشان هو اكتر نادي بحاجة بطولات اكتر نادي بيكسب بطولات اكتر نادي متواجد في النائيات اكتر نادي كل حاجة اكتر نادي اكتر نادي عنده هدفين اكتر نادي عنده بطولات عنده انجازات عنده حاجات كتلاوشة فالكبير الكارة وهو مستريح كمان وهو بعيد عن اقرب منفسي دي الجائزة الاولى اللي حصل على النادي الاهلي النهاردة وكان الاستاذ طارق انديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي هو من تسلم هذه الجائزة